نضم إلينا هنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي وديع منصور أهلا بك أستاذ وديع إذن من الولايات المتبقية التي لم يستكمل بيها بعد عد وفرز الأصوات ولاية جورجيا على ما يبدو يتعمق فيها الفرق لصالح بايدن في حال حسمها هل هي كفيلة بإصاله للبيت الأبيض؟ أولا نذكر المشاهدين بأن ولاية جورجيا هي من ولايات الجنوب هي تقليديا مع الحزب الجمهوري ولو نكسرت أعتقد في عهد كلينتون إذا أنا مش غلطان ولكن هي تقليديا من الولايات الحمراء بالكامل هذه المرة يبدو أنه بتتجه للفكرة كمان بس عشان نبسطها كمان لا يعني أنه لما تكون ولاية حمراء بالكامل أحيانا اللي بيغير من المعادلة هي مقاطعات داخل الولايات اللي يسموها كاونتي فمثلا في فرجينيا اللي تحولت إلى ولاية زرقاء مقاطعة فير فاكس لعبت دور كبير فيها حيثما يتركز سكان الأكثر في مقاطعة معينة هنا تقلب المعادلة الآن بايدن كما أشارت الزميلة مروج عند استعراض المسألة إذا فاز بايدن بجورجيا انتهى الأمر لدى بايدن كان من قبل لديه أكثر من طريق بالنسبة لي ترامب يحتاج لكل ما يتبقى من الولايات وهذا أمر صعب لن يحدث ذلك هناك المفاجآت القادمة نتوقع أنها ستأتي في إطار الديمقراطين وحملة بايدن وليس ترامب ترامب عمليا الآن هذا غير معلن ولا نريد أيضا أن نكبر من المسألة ولكن عمليا ترامب الآن سيفاجأ على العكس ما بدأت في 3 نوفمبر بداية الانتخابات ترامب الآن سيفاجأ وحملة ترامب بأرقام البريد اللي بتنطر السراب الأزرق ولو أنه الآن شبه محسوم طيب برأيك تحدثت عن أن حملة ترامب ستفاجأ بذلك الآن بدأت السيناريوها تتحدث عن ما بعد إعلان النتائج النهائية كيف سيطعط ترامب مع هذه النتائج هل سيقبل فقط بالتوجه إلى المحكمة العليا هل سيكون هناك أعمال شغب رأينا بأن بعض مراكز الاقتراع عززت من الإجراءات الأمنية في محيطها وهذه ربما سابقة في الانتخابات على ما يؤشر كل ذلك لا العنف ولكن عنف محدود حصل في انتخابات السبقة لكن الآن خلنا نذكر مثلا أنه في اتلاف قبل الانتخابات اتلاف يضم عشرات الجماعات هذا الاعتلاف يسمى احم النتائج هذا صرح بأنه يستعد للنزول بعشرات الآلاف إلى الشوارع لحماية النتائج وهو بايداوية باتجاه ديمقراطيين يعني نتائج حملة بايدن نحن مساعدون وعشرات الآلاف لحماية النتائج غير معروف لاحظ كمان أنه في حركة أنتيفا التي وهي ليست سلمية كما يفترض يعني تؤمن بالعنف هذه حتى الآن يعني ما تحركتش وفيه كمان يعني مسألة العنف هيحدث في الأيام القادمة دعونا نتوقع أنه أعمال العنف سوف تتصاعد بدليل أنه البيت الأبيض في بنسلفينيا آفينيو أحيط بالسياج يعني والف بي آي الشرطة الفيدرالية يعني وجهت تحذيرات باندلاع أعمال العنف ووجهت أيضا تحذيرات بإمكانية التدخل الخارجي لتغذية أعمال العنف هل كل ذلك هو سببه أنه فعلا عملية عد وفرز الأصوات هي غير واضحة أم سببه شخصية ترامب المشاكسة نوعا ما لا عملية عد الأصوات واضحة جدا وهذا نظام دقيق يعني بسبب لك الصداع من كتر دقته حتى ولو أنه في تصويت إلكتروني لا يمكن صعب جدا نسبة الغش في الانتخابات الأمريكية 0.0.4 يمكن يعني نسبة تكون ضئيلة ولكن الرجل لغرض في نفس يعقوب أو كما يعني يشار أيضا يريد أن يطلع بتسوية من الرئاسة الأولى من هذه فترة الرئاسة يعني يريد بحيث أنه لا يلاحق قضائيا فيما بعد ذلك لا تفتح عليه ملفات لذلك قد يدفع الأمور بهذا الشكل بس هناك أيضا يعني عدرا على المقاطعة حملته من الآن بدأت تتحدث عن إمكانية ترشحة بـ 2024 طبعا هذا نوع من الاستهلاك الإعلامي ورفع معنويات الأتباع كمان لا نقلل أن ترامب لديه الكثير من الأتباع وصوت له في هذه المرة أكثر مما صوت له في 2016 يعني صوت البيض الأمريكان البيض في 2016 مليون من الأمريكيين البيض الآن مليون وثلاثين لا ميت مليون سوري ميت مليون الآن زاد ثلاثة مليون فوق يعني في إطار البيض ما زالت قاعدته الشعبية تتوسع لا ما زالت قاعدته الشعبية لم تتغير كثير اللي هو من البيض البروتستانت اللي يريدوا أنه يعاد مجدهم يعني تقارير الهجرة الأمريكية بتشير على مدى العقود الماضية أنه كل الطوائف الأخرى ليس الطوائف يعني كل العرقيات الأخرى بتزداد في أمريكا ما عدا ما عدا البروتستانت اللي هم يعتبروا أنهم الويت سيبراميسي أنه العرق الأبيض المتفوق والمشكلة أنه يخشى من ترامب أو عمليا هو بدأ يعيد هذا النفس لذلك نرى مثلا أنه أتباعه الموضوع ليس فقط انتخابات الموضوع إعادة مجد قديم وهذا المجد عمليا الآن وحتى البعض سماه ذلك بأنه هذه الانتخابات ليست بين ترامب وبايدن بقدر ما هي استفتاء على ترامب ترامب لا ينحصر فقط بشخصية الرئيس دونالد ترامب الترامبية هي اتجاه ثقافي متجدر في أمريكا يدعموا يمين الإنجليين اليمين المتطرف في إطار البروتستانت اللي يريدوا أن وبعدين من الحرب من الحرب الأهلية من الحرب الأهلية في عام 1863 وثلاثة وستين أعتقد الأمريكان الشرخ ما بين الشمال والجنوب لم يندمل إلى اليوم إلى يوما هذا لم يندمل لأنه عولج بالحرب انتصر الشمال على الجنوب عولج بالحرب ولذلك هذه الآن من تبعاته الخوف من ترامب ترامب شاطر بالاقتصاد والكل متفق متفق أن هذا الرجل بالفعل نجح وكسر قاعدة أن أمريكا اللي لم تستطع بالفعل أنه تعمل الديمقراطيين لا يستطيعوا حملة بايدن لا يستطيعوا الخوض في موضوع الاقتصاد لأنه بالفعل لم يحققوا شيء في فترة بايدن ترامب في فترة بايدن أوبام عندما كان نائب الرئيس وقبلها في فترة كلينتون لم يحققوا عدى أوباما كير ما الذي حدث خليني هيبس هذه النقطة ما الذي حدث كلينتون ورط الأمريكيين في اتفاقية نافتة نافتة حولت ملايين من الأمريكيين إلى أشبه بالعاطلين من العمل بسبب أن العمال المكسيكيين بينما كان يعطى مثلا ألف دولار للأمريكي صار يعطى ثلاثة دولار في الساعة بينما كان ثلاثين دولار للأمريكي فقط أوباما كير الموضوع الصحيح في الاقتصاد لم يقدموا الديمقراطيين ما يمكن أن يعتد فيه سنتبع هذا وأعود إلى ضيفي هنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي وديع منصور سيد وديع استمعنا في هذا التقرير إلى أن الدستور الأمريكي لا يلحظ عدم إمكانية ترشح رئيس لولاية ما بعد خسارته يعني ليس فقط لولايتين متعقبتين وإنما يمكن أن يعود فيما بعد ولكن عادة ما يقال بأنه الفترة الثانية هي الاستكمال ما بدأه في الفترة الأولى يعني رضى عما قام به في الفترة الأولى وبالتالي بحال يعني وضع دونالد ترامب هل يمكن مثلا أن يعود فعلا ويترشح لولاية ثانية إذا ما خسر هذا يعني الإستراءة الوحيدة أعتقد أنه كان مع فرانكلين روزفيلت لأنه كانت في فترة الكسادة العظيم بعدين ولكن الأساس هو في الحرب الحرب العالمية لم يحدث في التاريخ لهذه الحديث لا أتصو كليفلند مع كليفلند ملايين غير متعقبتين مع كليفلند صحيح أما عند ذلك لكن أنا أعتقد أنه مع ترامب لن يحدث هذا الأمر لأسباب متعددة أولا لأنه هذا يكفي الرجل بتتأكل شعبيته كثيرا بعدين وكأنه وكأنه في فترة كورونا حكمت على هذا الرجل أنه خلاص العادي يفكر بالسياسة مرة ثانية نهائيا أشبه بهيلوري كلينتون يعني سنفاجأ لو سمعنا أنه هيلوري كلينتون وهي كانت أضعف مرشحة ديمقراطية لفترة طويلة وأرتكب بسببها ديمقراطيون خطأ فادح يحاولوا يعوضوها الآن لذلك أنا أستبعد أنه الأمر ينطبق على فيه شخصيات مرت فيه كمنافسين في الانتخابات الأمريكية أو كانوا رؤساء يمكن تصور أنه يعودوا بشكل أو بآخر وفيه شخصيات من ضمنهم أنا أعتقد تيرام يستبعد لأنه دخل بالصدفة هو مثل رونالد ريجن يعني ممثل يعني وهذا يعطينا انطباع للشعب الأمريكي شعب غريب من ناحية أنه يعني طيب يعني من تمثيل إلى رئيس يعني شي عجيب يعني طيب وبعدين فيه شغلة أخرى يعني كيف يعني حتى لو مرت هذه الانتخابات وفاز بايدن وما صارت مشاكل وكل شيء إيش اللي يضمن أنه ما يطلع لك واحد أجل من ترام يعني أكثر تعميقا للانقسام انقسام الشعب الأمريكي وتصريحات من هذا النوع وتغريدات ومشاكل تب بحديثك عن الانقسام الشعب الأمريكي حتى يجمع المراقبون بأن هذه حدية الانقسام هذا هذا الاستقطاب لم يعرفه يوما الشعب الأمريكي بالانتخابات الحديثة ما الذي سببه برأيكم إلى هذا الحد إذا استثنينا الانتخابات عام 1800 وشيء غيرت 160 ما بعد الحد الأهمية اللي تقاتلوا و600 ألف أمريكي ماتوا لكن في الفترة الحديث يعني في التاريخ الحديث الانقسام حاد جدا لدرجة لا تصدق عكس بالانتخابات هذه شفتي تقارب بالأرقام هذا لا يدل على عملية ديمقراطية فقط يدل أيضا على انقسام حاد يعني صار فيه انقسام حاد لمعسكرين لا يمثلوا فقط الجانب السياسي ولكن يمثلوا أيضا الجانب الثقافي في الأمر هناك مثلا حد بيدافع عن الإجهاد وعن المثلية الجنسية وعن حقوق المرأة وما إلى ذلك يعني في هذه الإطار ليبرول اللي هم الديمقراطيين والطرف الآخر عكس تماما ويؤمن بتفوق هرق دونا عن الآخرين ويعني هذا هو الانعكاس وبعدين كمان الأقليات الأقليات تخشى كثيرا من من نموذج مشابه لترامب لأنه هذه الأقليات ليس من مصلحتها أنه يتم إحياء سيطرة فئة معينة لأنه بدجي ضدها نفس اللي حصل في ألمانيا اللي مع هتلر بدأت بإحياء العرق الآري والمسيحي الخالص ودفعوا اليهود في ألمانيا ضريبة غالية إعادة إحياء هذا الشيء في أمريكا خطير جدا نعم سنعود لاستكمال هذا النقاش من جديد ولكن نتوجه إلى بعض ديواء الكاتب والباحث السياسي وديع منصور أستاذ وديع هل السياسة الخارجية الأمريكية تتغير بتغير ساكن البيت الأبيض أم هناك خطوط عريضة تضاعها الدولة العميقة في البلايات المتحدة وبالتالي تحافظ على توازن ما أو مقاربة ما للسياسة الخارجية في دول المنطقة حيثما اللي بيحدد هذا الشيء ببساطة هي المصالح الأمريكية انظري إلى مصالح أمريكا في أي منطقة في العالم هل ما زالت قائمة إذا ما زالت قائمة لا تتغير السياسة الأمريكية بغض النظر من يأتي إلى البيت الأبيض حينما تتراجع مصالح أمريكا فإنه فيه إمكانية أنه يتم يعني تغير في السياسة بالنسبة لي مثلا مثلا موضوع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بدأت بالانحصار مع أوباما القيادة من الخلف استمر ترام استمر ترام بلا حد معين يشبه سياسة أوباما السياسة الديمقراطيين على الأرجح بايدن سيكمل الموضوع لا يعني الإهمال ولكن يعني أقل تدخل أتوجه إلى بيروت ومن هناك ينضم إلينا إذن الباحث السياسي أو في شؤون الأمريكية الدكتور مكرم رباح أهلا بك دكتور مكرم يعني بعض الأطراف في المنطقة أهلا بك يحتفلون أو ينتظرون فوز بايدن لأنهم يعوبلون على تغيير سياسة الولايات المتحدة لملفاتهم الخاصة لسيما بطبيعة الحال إيران برأيكم هل فعلا ستكون هناك مقاربة أمريكية مختلفة تماما لمقاربة الإدارة السابقة هؤلاء الذين يراهنون بأن بايدن سيكون نسخة مطابقة لسياسة أوباما هم مخطئون لعدة أسباب السبب الأول هو بأن عقيدة أوباما أعطت هذه المنطقة إلى المحور الإيراني بعدما استمر الإيراني بمشروعه التوسعي بالرغم من هذه الصفقة النووية التي كانت بداية لفك العزلة الدولية على إيران ولكن إيران عبر أذرعها في المنطقة ولسيما عبر مفوضها السامي السابق قاسم سليماني دخلوا إلى كيانات متعددة في المنطقة وحاولوا تفكيكها ما قام به ترامب عبر بعض من اندفاعه ولسيما الأمر بقتل سليماني قد شل إيران وجعل من إمكانية العودة إلى الوراء شبه مستحيلة لسيما بأن الإيراني بحاجة إلى العديد من التنازلات لا أعتقد بأن جو بايدن مستعد للدخول بها إلا إذا قام الطرف الإيراني بالتنازلات وأن حصلت هذه التنازلات لن تستطيع إيران أن تبقى في هذه المدرسة العنفية في حال تم نزع سلاح حزب الله لن يكون هناك مشاكت في لبنان على سبيل الميسر والشيء الأكثر من ذلك أن العقوبات الاقتصادية على محور إيران وعلى أذرع إيران في المنطقة أثبتت عن فعالية فلن يستطيع بايدن ولا حتى أقرب المقربين منه ولسيما هلاء الأشخاص الذين يطالبون بالحوار مع إيران بالتنازل أو التراجع كون هذا العصى قد نجح فهم سيلجؤون إلى الجزرة ولكن لن يستطيعوا أن يرموا العصى وذلك يؤكد بأن أمريكا في الوقت الحالي وأن عقيدة بايدن المنتظرة لن تكون مختلفة كثيرا عن السياسة المتبعة من قبل ترامب وبومبريو أو حتى ديفيد شانكر رأينا اليوم كيف أن العقوبات ستمرر على أحد أكبر الفاسدين في لبنان وحليف حزب الله الأساسي جبران بسيل صهر رئيس الجمهورية وهذا شيء لا يمكن بايدن أن يغيره بخطشة قلم نعم السيد وديع بطبيعة الحال كما ذكر أيضا الدكتور مكرم ستستمر الولايات المتحدة في نهج العقوبات لأنه أثبت فعاليته ولو بطريقة محدودة ولكن هل وارد أن يعود بايدن إلى الاتفاق النووي؟ هو صرح بذلك ولكن يعني صرح رسميا بذلك وقال أنه حيرجع أيضا صرح بأنه يعود إلى اتفاقية باريس المناخم إلى ذلك ولكن هنا السؤال كيف ستكون العودة؟ يعني كيف ترامب أخذ على إدارة أوباما بأنه عودتها مدلة يعني تنازلوا كثير لإيران ولا يفترض أن يكون كذلك أنا أظن أنه عودة في حال فاز بايدن وصار رئيس القادم أنا أعتقد أن العودة بتكون ضمن إطار جديد بأي اتفاق نووي لأنه في مقاربة ما بين بايدن وما بين أوروبا بايدن مقتنع بموقف الأوروبيين لا مناص إلا من الدخول مع اتفاقية مع طهران في الموضوع النووي الفرق أنا أظن أنه بتكون الاتفاقية بإطار جديد وليس مثل فترة أوباما كانت كارثة كارثة من جانب إيران كارثة على موضوع الأخوان المسلمين اللي أطلق لهم العنان في الربيع العربي كانت دزاستر كما يقال كارثة مدمرة لا وأثبت عمليا أنه يعني أدخلت المنطقة في مشاكل يعني هم في غنى عنها لذلك لا أعتقد أنه ستعود نفس المقاربات في فترة أوباما إذا فاز بعيدا أنه بيطبقها نفسها دكتور مكرم يعني هذه النقطة تحديدا بالفعل يجمع الكثيرون على أن المنطقة تغيرت منذ كثيرا منذ 2011 وحتى اليوم وبالتالي من غير الممكن أو من غير المنطقي أن يتعاطى معها الديمقراطيون بنفس الطريقة التي تعاطوا معها في السابق على أيام أوباما هل أيضا تعتقد ذلك؟ أنا أعتقد ذلك لأن القوانين والعقوبات التي مررت في الكونغرس لم تكن نتيجة ضغط من البيت الأبيض بل كانت نتيجة تعاون بين كل ما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وهناك أشخاص ضليعين في المنطقة لسيما بأن جو بايدن هو مخضرم فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية وهو كان يشارك في لجنة العلاقات الخارجية ويعي تماما المشاكل وحتى بالرغم من بعض التوتر في علاقته مع نتنياهو على سبيل المثال أن الإنجاز الذي قام به ترامب فيما يتعلق بالسلام في المنطقة لن يستطيع أي أحد من رؤساء الجمهورية في أمريكا أن يعيد برمجته والمطلوب هنا بأن يتعاملوا بنوع من الواقعية ولكن في نص الوقت عليهم أن يفعلوا مصلحة أمريكا ومصلحة أمريكا في هذه المرحلة بالذات تقتضي على الاستمرار بالضغط على إيران ليس فقط من أجل سلامة المنطقة وسلامة العالم العربي بل كذلك من أجل سلامة مصالح أمريكا وعلى رأسها موضوع النفط وحتى موضوع بأن هذه المنطقة هي مسئولية أمريكية بعد مبرهنة الأطراف الأخرى لسيما أوروبا بأنها لا تستطيع أن تساهم بأي عملية سياسية وعلى رأسها المبادرة الفرنسية ببيروت التي فشلت ورأينا بأن حتى الدعم المالي لهذه الدول المتعصرة يجب أن يمر بأمريكا ومن هنا أعتقد بأن كاميلا هارس على سبيل المثال فيما يتعلق بنظرتها إلى سوريا ستكون أكثر عدائية من حتى ترامب في مقاربتها لما أطلقت عليه ديكتاتور ومجرم وهو بشار الأسد أستاذ وديع في نقطة مهمة ذكرها دكتور مكرم وهي قضية معاهدات السلام يعني بالفعل ترامب أعطى زخما كبيرا لمعاهدات السلام التي أبرمت في الأوين الأخيرة قبيلة لنقل يعني أو بآخر بلاياته هل سيحافظ بايدن على نفس هذا الزخم أم لن يولي أهمية كثيرة لمعاهدات السلام مع إسرائيل اللي حصلت ما بين دول العربية وإسرائيل تقصدين يعني نعم هل سيولي بايدن أهمية لهذا الملف ويكمل فيه يدفعه باتجاه أنه فعلا أن تبرم معاهدات سلام أم لا أنا أعتقد أنه لن يكتفي بذلك بل سيعزز منه وسيدعمه بشكل أكبر لكن خليني كمان أشير إلى نقطة البعض يتوهم في منطقتنا العربية بأنه إذا ما فاز هو يتمنوا يتمنوا فوز بايدن في البيت الأبيض لأنه يعتقدوا أنه ممكن الماضي التليد يعود أنا أقصد هنا إشارة إلى الأخوان المسلمين اللي كانوا بالفعل يعني في فترة أوباما موضوع أنه هم المفضلين في فترة الربيع العربي أنا أقول أنه هذا وهم وعليهم من يتوقفوا على هذا الوهم الطوق هم يعتقدوا أنه فوز بايدن هو طوق الأمان لأنه في فترة ترامب لم يجدوا طوق الأمان هذا هذا وهم نقول بسرعة عشان الواحد ما يطول طوق الأمان الحقيقي يأتي من رخاع واستقرار شعوبهم وليس من إدارة فلان وإدارة علتان هذه معادلة لابد أن يفهموها أما هل في إمكانية أنه يعود بايدن مع هذه الجماعة مثلا في أي اتفاق ممكن من نوع ما لا انظري لموقف بايدن مثلا من عراب الأخوان اللي هو الرئيس التركي ما معرفش يسموه يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بايدن لا يطيق أردوغان وفي أكتر من إنشارة لذلك لو موقف واضح من تدخل أردوغان في الموضوع الطراب اللي سببه بينه بين تركيا وبين اليونان له موقف واضح أيضا من موضوع دعم تركيا لتورطها في ناجورنو كارباخ وما إلى ذلك يعني إذا أردت أن تعرفي كيف سيكون بايدن في حال فوزه مع الأخوان المسلمين انظري لعلاقته مع أردوغان نعم دكتور مكرم يعني إدارة ترامب كانت تؤكد مرارا وتكرارا على أهمية الدور السعودي والدور الإماراتي في مقاربة ملفات المنطقة ونذكر بأن أولى زيارات ترامب الخارجية كانت للسعودية برأيكم هل سيطعط أيضا بايدن في حال فوزه بنفس الطريقة في اعتبار السعودية والإمارات طرف أساسي كمدخل لمعالجة ملفات المنطقة منذ الوقت الذي التقى فرانكلين روزيفولد بالملك سعود على السفينة كوينسي والعلاقة السابتة وبالرغم من بعض البرودة لسيما بعد الصفقة النووية أعتقد بأن أمريكا لا تستطيع لا تتخلي عن السعودية والسعودية في نفس الوقت تعتبر أمريكا حليفا استراتيجيا وهذا شيء سيترجم على الأرض كونت تتعرض السعودية لهجمات مباشرة من الحوسي والشيء الأكثر من هنا الموضوع ليس فقط إن كانت السعودية تريد هذا الشيء المشكلة هي إيران تمنع أي مجال للصلح معها عبر تصرفاتها فإن أراد بايدن عليها أن يفكر بأعادة الانتخاب ليس كشخصه بل كحزب ديمقراطي وبالرغم من أن الشعب الأمريكي لا يصوت على السياسة الخارجية أن مصالح أمريكا والاقتصاد لسيما بأن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد كورونا ستكون مرهونة بقدرة أمريكا على حصول على الاستثمارات من الدول الخليج وبالتحديد السعودية فإن أراد بايدن أن يعامل الدول الخليج العربي بنوع من الجفاء فعليها أن يدفع السمن بالاقتصاد وهذا شيء قد يؤدي إلى خسارته الانتخابات إن كان هو أو نائبته كمن لهرس الموضوع تجاوز المقاربة الكلاسيكية للصراع كون أعتقد بأن مقام به أوباما لم يخرب فقط المنطقة بل دمر قواعد اللعبة التقليدية التي تمكن إيران من الاستفادة من التناقضات شكرا جزيلا لك دكتور مكرم رباح الباحث السياسي كنت معنا من بيروت وأختم معك سيدس وديع فيما يتعلق تحديدا بملف تركيا لطالما كانت العلاقة شائكة وغير مفهومة بين ترامب وبين أردوغان يعني يقال بأن لو لم يحصل أردوغان على الضوء الأخضر أو لنقل برتقالي من الإدارة الأمريكية لما قام بكل ما قام به نتحدث عن عدم استساغة بايدن له يعني كيف يمكن أن يتعاطى معه وباختصار لو سمعت دائما كان يحصل على ضوء أخضر لطالما كانت تركيا تحصل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة ولكن للأسف أردوغان يراوده الحلم الإمبراطوري بعادة الإمبراطورية العثمانية ومعظم اللي يعملوا للإسهلاك الداخلي مع شوفي إحنا نقول إذا إذا فاز ترام سيواجه أردوغان سنوات صعبة أنا أقول لكم الله ومستحيل أن يعود التوافق بين الديمقراطيين والأخوان المسلمين هذا وهم المشكلة وكمان لاحظي أنه بايدن متقارب مع أوروبا يكاد يكون صديق لأوروبا وأنت شايف أوروبا يعني موقفها من أردوغان يعني يجيبها من كل مكان موقف أوروبا صعب جدا إلا بتراجعه عن طموحه بعادة الإمبراطورية العثمانية شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي وديع منصور كنت معنا هنا في الستوديو شكرا لك